بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة تقرير منقوص تقرير عديم الفائدة تقرير وقح ويخدم ميليشيا أسد أكثر مما يدينها بهذه الأوصاف وسواه الكثير نعت سوريون تقرير الخارجية الأمريكية الذي قدمته للكونغرس حول تقديراتها لصاف ثروة بشار أسد ومقربيه والتي قدرتها بمليار إلى مليار دولار فقط بعد قرار من مجلس النواب الأمريكي طالب فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن ثروة بشار أسد وعائلته ومقربيه وتحديد استراتيجيتها تجاه سوريا تطل الخارجية الأمريكية علينا بتقرير رفع العتب أو كما يقال على طريقة الفاستفود والوجبة السريعة وليتها كانت دسمة فما جاء فيه واستند إليه التقرير في بياناته لم يبهر أحداً ولا يتعدى أن يكون منشوراً على حساب فيسبوك لمحلل اقتصادي أو تقريراً لصحيفة جمعت معلومات منتشرة هنا وهناك ومتاحة للعامة كأبعد تقدير وفق خبراء ومحللين تقر الخارجية في تقريرها هذا بفقره وعدم دقته وتقول إنه ليس لديها المعلومات الكافية عن صافي ثروة أبناء بشار أسد الثلاثة حافظ وزين وكريم لذلك لم تقم بإدراج أرقام لهم وأنه ليس بمقدورها الوصول إلى رقم دقيق بسبب لجوء بشار أسد لطرق ملتوية لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات يكرر التقرير ما ليس يخفى على أحد من أن عائلة أسد وزوجته أسماء تحديداً تدير شركات وهمية في الخارج وواجهات شركات تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات تبدو شرعية وكذلك من خلال غسل الأموال المكتسبة عبر التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات والابتزاز وكل هذه العموميات دون تخصيص دقيق أو جديد يذكر هل هذا ما تمخض عنه شهر المحاسبة الشهر الأمريكي الموعود والمتواعد لميليشيا أسد وعائلته هل عجزت الاستخبارات الأمريكية أن تحذو حذو شركة موساك فونسيكا وما توصلت له في وثائق بنما من أدلة ومعلومات فاضحة لهذه الميليشيا يتساءل مراقبون ترجمة نانسي قنقر